حقائق الويداد والعلاقة مع البرون المخدرات وثلاثة دلمال ياروس بعمية مليون التي تعطعت كهيبة لسعيد ناصري من أجل شراء لا تريد ذلك، ماذا تشرم الناوال؟ وجوشي أشخاص وقالوا لي شوف راه ثلاثة دلمال ياروس بعمية مليون لا تعطعت الفارق وقالوا ليه لا 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 هكذا قال هو بالحرب بن براهيم قالوا ليه لا ما سوقي أن أعطيتها الويداد؟ أنا كم بغي الويداد؟ قالوا ليه فلس موجودا وأنا معاكم قالوا لي يشوفوها فوق الطابلات رونس بورو الطريقة على حسابنا سوف يمحي الحشيش على براه وسوف يجينا الكوكاين من بوليفيا وأمريكا اللاتينية وسوف يدخلوا للطبقة الغنيبة ٢٠ درمالجرام ولكن بالله، الفاقير الرغي يبرزتك ما سوف نفعله معهم؟ أعطيهم الزميلة الكوكاين من اللي يخرجوا الكوكاين سوف تلقوا البوفا أعطيها لهم ١٠ درمالجرام وكل شيء رابح مثل حواس، سوف يستعملوها الفقارة بزياد وغيرت الهوب ليتون ومن برسطين الناس سيداتي وسيدتي في هذا الفيديو وأنا عود فيه واحد المدون مشهور اسمه أشرف بالمودن اللي تتوفر على جميع الدلائل وجميع القرائد دي جميع الجرائم المرتكبة في المغرب هذا المدون اللي دار منبر إعلامي وبدأ فيه تحاكم الناس ويدير العمل دي القضاء واللي يخرج علينا هذي شهرين بالضبط يوم ٨ في شارك شتنبر الماضي بأول فيديو تقولنا فيه بأن الفريق الوداد الممثل الوحيد الحالي للكرة المغربية السعيد الإفريقي في سبيرليك أفريكان تلقى عند واحد البارون دي المخدرات مبلغ ٣ مليار وسبعمائة مليون دي السنتي الأكثر من ذلك أقحم رئيس الفريق سعيد الناصري وقال بأنه تلقى هذا المبلغ عند هذا البارون ولم يسلمه للويداد وانتظرنا انتظرنا شهر باش نشوفوا ردود فعل لا رئيس الويداد ولا مكتب الويداد ولا موحيط الويداد فتفاجأنا بأن الكل يكذبوا كل ما قاله سيب المدن بل أكثر من ذلك مشاو القضاء باش ادعاوا سيب المدن باش يجيبنا هاد دلائل وهاد القرائن اللي عندوه اللي مازال حتى نتضروها الى يومنا هذا هاد شي اللي انشرنا هاد سيد هادي شراين وقال بأنه تتوفر على الوطائق وعلى الادلة اللي تتبت كل ما قاله في هاد الفيديو من بعد شهر استفترناك في فيديو وقلنا لك اللي خليك نورنا وعطينا عشنو كايين وخرجتي فعوت بجيبنا هاد القرائن واذا لاش يسبيتنا وديتنا اخلاقية المهنة وعطيتنا الدروس وانتظرنا لانا في نفس الفيديو قلنا بان عندك دلائل وسأجي فيديو اخر وانتظرنا شهر اخر ولم تحتاري من المتسبيعين ديالك ولا الناس اللي بارتاجاوا الفيديوية ديالك انتايا انصب تراسك في بلاس القضاء المغربي وفي بلاست جميع الاجهزة المغربية وبديتي تقنن وتشرع وتحكم اخير الاخبار اللي استقناها اليوم معند محامي الوداد بان الشيكاية توضعت رسمية في المنطقة في الساكن ومن الامن ايشرع في حال الاسبوع خلال الاسبوع في الزنطاق اديع ده بس سؤال اللي عندنا لك انتا شخصيا هو شنو الهدف ديالك بتمنتشهير بالوداد شنو الهدف ديالك تسيء الوداد شنو الهدف ديالك تسيء المؤسسة بحال الوداد بل ذهبت ابعد بكثير من ذلك شهرت بالبلاد شهرت بالمغرب اللي يجمعوني بك أسي أسي أشرف وقلتي من المغرب فيه بواخر تدخل ديالكوكايين وفيه بواخر تدخل الحشيش وفيه كاميونات ديالكوكايين تدخل في البلاد كلها بحال المغرب ناس بحال المغرب فيه السيبة وقلتي بي عندنات شيء قالتو جونافريك جونافريك ما جبت التواحد باسميها جونافريك ما شهرت بالتواحد جونافريك قالت بأنك هنا ميستارا ديالواحد المالي اللي خدامه دابا هاد المالي اللي راتيق باع في الحبس الجديدة منذ أربع سنوات وقبل ذلك ديوز ربع هادية السنوات في موريطانيا في نواكشوت هاد المالي تفكر مبعد ثمان سنين الكاميونات والناس اللي معاه وذك الأبحاث اللي دازوا معاه باش يدخلوا للحبس ما قال لهم تحاجة مبعد ثمان سنين عضنات بينا العيلة وضوحة وتفكر هاد الشيء المشكل ديالنا الآن معاك اللي انت تشهر بالبلاد ماشي جونافريك جونافريك هادا عندها أجندة خارجية تشغلها انتا هو المشكل ديالنا اليوم السيء أشرف وعلاش نقولوا احنا عنا مشكلة معاك وماشي معاك بوحدك بزاف الناس حلات صفحات في الفيسبوك وحلات صفحات في اليوتيوب وقلستها تدير العمال للقضاء ودية للبوليس وتتشهر بالناس وتخرج هذا للحبس وتخرج هذا من الحبس علاش علاش ما تسينوش الخدمات للبوليس علاش ما تسينوش الكلمة للقضاء يمكن لكم تقول تعتون الخبر بأنه كين مسترخ الدامة الآن هذي خبر وكن علاش ما تتنتضروش العمال للبوليس نهر اللي المالي تبت فيه ترويج الحشيج والكوكايد ومشا للحبس طربوا به البوليس خدامة وعلاش عدنا مشكلة معاك حيث تشهرنا بالبلاد في الوقت اللي احنا مغين دموكاس العالم الفين وثلاثين احنا عادمش نتمعانا الافي عادمش نتمعانا الافيومي بعدما ادوزات سيمانات الهبال في المراكش البوليس المغرب والقاطئ خدام عكل النار تنسمعو هذا قبطوا برالة المانية في هذه المدينة قبطوا مشاشر جامعية في مدينة أخرى خدامين وانتظروا انتظروا القضائية خليوا القضائية دير خدمته خليوا البوليس دير خدمتها هدا هو المشكل اللي عنا معاك هدا هو المشكل اللي بيت تشهر البلاد التي تجمعنا بيك شكو انتا وشكو الاخرين اللي تي يديروا صحاف الفيسبوك يمكن يدير اول دي عنده عشر سنين في ثلاث ثواني وبدأ يشهر بعباد الله وانا هنا تنطلب على الله باش اي واحد تنطلب على شهر باي واحد لكن واحد يبشي دعيه خس الدعاوية اللي خدامها باش الشهير يحبث وباش البوليس دير خدمتها والقضاء دير خدمتو والصحافي دير خدمتو الصحافي واخسوا يعطي الخبر ومبعد يكون الخبر يقين عادي يحلو ممكنش يحل الخبر اللي ماشي يقيني هدي يا الصحافة يوم الويدات اللي تنتظرها ان شاء الله تنتظرنا في قلب رادس ما سمحت لكش وعندها الحق ما سمحت لكش شهر بها ما دارش في حال ناس الخرين اللي تتكرفس عليهم مش هترفع الدعوة وتنتمنى على الله باش تمش للصحافة يتخلفت شي ويسحب البطائق لمن يشهروا بالعباد لمن يشهروا بالعباد وينصبوا نفسه قاضي في البلاد وإلى اللقاء في حلقة مقبلة بحول الله بأمeschال ما تمشهر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة